مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة قتل تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي بعد منتصف الليل استهدف مدرسة حليم السعدي التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطع غزة وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى مقتل خمسة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربا مخيم النصيرات لافتة إلى أن حي الزيتون شهد كذلك انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نصف تقوم بها القوات الإسرائيلية في المنطقة جنوبي شرق الحي وبحسب الدفاع المدني في غزة فقد قتل شخصان وأصيب آخرون بينهم أطفال بقصف استهدف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع